نفى مصدر رفيع المستوى وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر لتباحث حول تهديئة بقطاع غزة كما نفى المصدر وقيم إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهديئة وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن مقترح التهديئة هو تسريباته الإسرائيلية للتغطية على خطاب نتانياهو بالكونغرس مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال ياسعى لاستباقي كلمته بالكونغرس بالدعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وأكد المصدر أن نتانياهو يسعى لاستواق كلمته بالكونغرس بالدعاءات تكثيف عمليات الإغاثة بالقطاع وتحقيق تقدم بالهدنة